السلام عليكم متابعين الكرام ومرحبا بكم في قناة موجز الأخبار والآن مع أبرز العنوين منتخب الخضر يواجهون المنتخب الأولمبي تحذيرا للكان وتصريحات مفرحة من وزير الصحة وكذلك مع آخر تعليمات وأوامر سيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولكن متابعين وكالعادة لا تنسوا أن تعدروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع أول خبر مع اقتراب نهائية كأس أمم إفريقيا يستعد النخب الوطني جمال بالماضي رفقة أشباله لهذا الحدث القاري حيث سيواجه الخضر نظره الأولمبي في مباراة تحذيرية يوم الأحد القادم وكما سيجري المنتخب الوطني الجزائري مباراة ودية ضد نظيره الأولمبي بالمركز التقني بسيدي موسى قبيل التوجه إلى عاصمة التوغو لومي وقد اتخذ النخب الوطني جمال بالماضي قرار إجراء مواجهتين وديتين بدون حضور الجمهور في مستهل التحذيرات الخاصة بنهائية كأس أمم إفريقيا أمام كل منتغو وبراندي يومي الخامس والتاسع من شهر جامفي القادم بالعاصمة التوغلية وكما سيلتحق الخضر بمدينة بواكي بكوديفوار والتي ستستضيف كل مباراة الجزائر وهذا خلال الدور الأول يوم الأربعاء العاشر جامفي حيث سيستهل المنافسة الرسمية يوم الاثنين الخامس عشر جامفي أمام أنغولا بملعب السلام قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم السبت عشرون جامفي ثم موريتانيا يوم الثلاثة الثالث وعشرون جامفي القادم ومن جهة ثانية ينشط مدارب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بالماضي يوم الأحد الواحد وثلاثون ديسمبر الجهري ندوى صحفية قبل انطلاق التربص الأخير للخضر والذي يسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا الفين وأربعة وعشرون المقررة بكوديفوار من الثالث عشر جامفي إلى غاية الحدي عشر فيفري القادم وكذلك مع خبر ثاني مغير وهو تأكيد وزير الصحة والسكن السيد عبدالحق سيحي بأن الدولة تتكفل وتأخذ على عاتقها الحالات النادرة والأمراض المستعصية وكما كشف بأنه سيتم دفع منحة كورونا الشطر العشر للمستخدمين قبل نهاية السنة وكما كشف كذلك وهذا خلال الزيارة الفقدية والتي قادته إلى العاصمة عن الشروع في إنجاز أول مستشفى للأمراض العصبية ببابا حسن وكما أكد بأن الجزائر بخير وإطارتها في تكوين متواصل للنهوض بالمنظومة الصحية مشير إلى أنه تم إنجاز أكثر من ستمائة مركز وعيادة طبية مؤخرا وكما أمر السيادة الوزير بتسليم مركز جراحة أمراض القلب للأطفال مطلع شهر أفريل 2024 مع العمل فيه 24 ساعة بثلاث فرق منوبة وكما أشرف على تتشين عيادة متعددة الخدمات ببلدية المعالمة وتم تتشين العيادة على مستوى حي عشرة ألاف مسكن بسيدي عبدالله وهي تتربى على مساحة إجمالية قدرت بثلاثة ألاف وستمائة متر مربع حيث تتضمن هي الأخرى طابقين إثنين وتحتوي على قاعات للعلاج وقاعات لفحوصات الطب العام وقاعات للفحوصات المتخصصة على غرار طب الأطفال وطب النساء وطب العيون وطب الأسنان والطب النفسي بالإضافة إلى قاعات العلاج ومخابر التحليل إليكم متابعين أهم تصريحات سيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون وهذا خلال خطابه للأمة أمام البرنامال أعبر لكم عن افتخار أمامكم كون برنامال الجزائر اليوم هو اللبنى الأولى للجزائر الجديدة وأشهد لكم بالنزاهة فأنتم أول برنامال تم انتخابه بلا مال سواء النظيف منه أو الفسد نؤسس اليوم لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول في البلد خطابا سنويا للشعب أمام البرنامال بغرفته إنني أتخذ من الحوار البناء ثقافة لتسيير الشأن العام قبل 2019 تدهورت الحكومة وتفش الفسد وتلوثت الحياة السياسية وتلحم الشعب مع الجيش أحبط مخططات تحطيم الجزائر ولأول مرة يكتب مرشح لرئاسيات التزاماته ولم تكن شفوية حتى يحاسبنا من يريد أن يحاسبنا وجهتنا تحديات جمة لتطبيق برنامجنا منها جائحة كورونا والتي سيرنا أزمتها بنجاح ولعب فيها الجيش الوطني الشعبي دورا مهما والجيش الأبيض هو الآخر مشكور على التضحيات والتي قدمها والعصابة حاولت افتعال ندرة في الغذاء والسيولة واستعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر وإدخالها في مرحلة انتقالية وقمنا بترقية القضاء الدستوري وإصلاحات تشريعية وتنصيب جيل جديد من الهيئات اتباعا واسترجعنا ما مقابله 30 مليار دولار كممتلكات وعقارات ولازلنا نواصل جهودنا مع عدة حكومات لاسترجاع أموال الشعب من الخارج وفي السودات الأول من سنة 2024 لكون قد انتهينا من مشروع رقمنا وأنهينا كبوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهيب الخزينة العمومية وأصبحنا نتوسط ترتيب البلدان المعروفة بمؤسساتها الناشئة بعدما كنا في ذيل الترتيب ونطمح حاليا إلى تصدير خمسة ملايين طن من الحديد وعندما يعمل منجم غارج بيلات بكل قدرته سنكون أول بلد يصدر الفوسفات وما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى ما تمغنص وسترتبط المانع أيضا بها وملتزم دوما بعدب الذهاب إلى المديونية وبلدنا يتعافى اقتصاديا وإحتياطنا يفوق اليوم سبعون مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبا نعم لا يزال المشوار طويلا ولكن الخطوات الأولى جاءت بنتائج جيدة وسنواصل العمل خلقنا معارض دائما في بلدان شقيقة سمحت بالترويج للمنتج الوطني دوليا والنمو الاقتصادي وصل إلى 4.2% باعتراف من مؤسسات مالية دولية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية وتصنع الجزائر اليوم 70% من حاجيتها من الأدوية ونسبة التذخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر أوجه شكرا خاصا لشبابنا الذين لم يبالغوا في طلب منحة البطلة لدي ثقة عمياء في شبابنا وفي المجلس الأعلى للشباب الذي يمثلهم واتخذت قرارات مؤخرا مكرها وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقعصوا لم أتخلى يوما منذ كنت مسؤولا بسيطا عن منعتق الظل وأعمل من أجل جزائري كامل الحقوق من تمامون إلى حيدرة ولن نتخلى عن الدفاع عن فلسطين والصحراء الغربية وكذلك مع الخبر الثاني المغير حيث ترأس سيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا لمجلس الوزراء حيث كانت الأوامر والتعليمات والتوجيهات كتالي أولا بخصوص البرنامج التكملي لولاياتين دوف بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكملي المقترح لفائدة ولاياتين دوف والذي يشمل 18 عملية تخص سبع قطاعات هي الرأي الصحة التعمير والتحسين الحضري البيئة والسكن والشباب بغلاف المالي إجمالي يقدر بـ 29.5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجيري إنجازه وكما أمر السيدة الرئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة تحذيرا لإنشاء منطقة تبادل حر تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا وثانيا بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب وجامريك حيث ثمن سيدة الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة وكما شدد سيدة رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة وكما أمر بتقديم تقارير المرحلية لمتابعة تقدم المحرز مع الإسراع في إتمام كل المراحل لما له من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل وبخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم والأسلاك الطبية والشبه الطبية والإمام أمر السيدة الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجملاً وبشكل أعمق على أن يتم الفصل فيها بداية من شهر فيفري المقبل مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلوات بداية من شهر جانفي من سنة 2024 وكما جدد السيدة الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات والتي بذلوها في الأوقات الصعبة والتي مرت بها بلادنا ولا يزالون أوفية لعزيمتهم لذا وجب تحسين وضعيتهم من خلال قوانين خاصة وكما أكد كذلك بأن مهن مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة هي مهن تؤثر المجتمع وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن خاصة من الناحية الاجتماعية